قلنا أن الجهاز الهضمي بيتكون من القناة الهضمية ومجموعة عضاء إضافية والقناة الهضمية بتمتد من الماوس لحد الإنس معظم طول القناة الهضمية بيتشكل من السمول انتستن اللي هي الأمعاء الدقيقة واللي بيتم فيها معظم عملية امتصاص العناصر الغذائية جدار القناة الهضمية بيتكون من أربع طواقات مختلفة أول طبقة من الداخل الخارج هي الميكوزة وده الغشاء المخاطي بعد الميكوزة بيكون فيه طبقة تانية وهي اللي اسمها ساب ميكوزة بعد الساب ميكوزة بيكون فيه أكثر الطبقات سمكا وهي الطبقة العضلية واللي اسمها ماسكولاريس آخر طبقة من طبقات جدار القناة الهضمية هو السيروسة وده عبارة عن غلاف مصلي بيحتوى على خلايا بتفرز سائل اسمه السائل المصلي ترجمة نانسي قنقر